في عالم الأخبار تتسارع الأحدى تتعدد معها الروايات بحثا عن الخبر اليقين لكن أن يتحول البحث عن الحقيقة إلى محاولة لتمصيها بكافة الأسليب فحينها تكون المصداقية على المحك يبدو أن وجود القائد العام في غرفة عمليات عمر المختار وإشرافه على العمليات العسكرية هناك أثارت الرعبة لدى خصومه الخبر الأبرز والأكثر تداولا هو الحالة الصحية لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر وتداعيات غيابه عن المشهد الليبي تطورات مثلت تحديا جديدا تحينت خلاله وسائل إعلام كبرى فشل من فشل وقلة تقيد بأصول الصحافة المهنية خطة ضغطيات خاصة سممتها قناة النبا لرفض مشاهديها بجديد الأخبار عمل دؤوب وفريق تقص على مدار اليوم غرفة الأخبار يتابع صحفيها الأحداث لحظة بلحظة تواصل مع جهة عدة لمعرفة الجديد ومرازلات من عين المكان حازت على عدد ليس بالهيئة من المشاهدات خلال التغطية المستمرات للحدث انفردت النبا بأخبار عاجلة وحاولت جاهدة إبراز الرأي والرأي المخالف من خلال استضافات متنوعة لخلق التوازن والحياد حتى تكتمل الصورة في الوقت الذي غاب فيه إعلم ميليشيات الكرامة واكتفى بالنفي ورسم الأمال كانت النبا مصدراً إخبارياً مهماً لوسائل إعلام عربية وعالمية احتدمت معركة الخبر الأسرع والأصدق المجرد من التأويل والتهويل غير الموجه أو المبني على الخلفيات أياً كان نوعها هنا كانت النبا وما زالت حاضرة بقوة ما جعلها تستحق بجدارة أن تتربع على قائمة القنوات المحلية الأكثر مشاهدة لأنها سطاعت احترام ذكاء المشاهد الحصيف فحق لها الاسم النبا الخبر اليقين اشتركوا في القناة